نروح بقى لكابتن إيهاب جلال واللي قال ايه ان ربعية كوريا لا تعبر عن سر المباراة لدينا لعبون صغار ياخدونا مثل هذه المباراة لأول مرة وقدموا جهدا كبيرة والنتيجة لا تعبر عن سر لقاء وعدد الفرص اهدف كوريا جاءت من كرات عرضية من داخل منطقة الجزاء كلام عادي يعني باولو بينتو طبعا نجم البرتغال السابق المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية ابدأ ساعته بالفوز في اخر تجربه الودية خلال هذا الشهر وقال في المؤتمر الصحفي يجب ان نكون سعداء بالاداء والنتيجة والسلوك اللاعبين سيطرنا على المباراة باستثناء الدقائق العشرة الاولى وحقاقنا نسبة حواس كبيرة كما ان المنافس لم يحصل الا على فرص قليلة واكثر ما يسعدني روح الفريق من الطبيعي ان نرتكب اخطاء في كل مباراة ويجب ان نستمر في تقديم الاداء الافضل عايز اقول لكم حاجة وانا بتفرج على ماتش كوريا النهاردة فرقة دفاحة ضعيف جدا فرقة كوريا دي وممكن واحد على واحد تروح وترقص وجيب جوان لكن احنا ما عندناش الجرقة احنا نروح كله لعب عرضي السردباك يديها الباكرات والباكرات يديها السردباك والسردباك يرجعها السردباك التاني والسردباك التاني يوديها الباكليفتي والباكليفتي يرجعها السردباك وحاجة بقى تزهق وعلى فكرة ده مش منتخب بس ده في الكرة المستهب بالكامل يعني أنا شخصياً بعد أزهق من كمية البساطة العرضية وبازهق من اللعيب اللي ما بيروحش على اللاعب ويروح واحد على واحد أو يروح يرقص ويصنع مساحة لغيره من اللعيبة التانية بحب دايماً اللعيب المهاري اللي يروح ويعدي ويحاول لكن ما فيهش يعني تحس اللعيب خايف يباصي خايف يرقص خايف يروح على الخصم النهاردة عندنا مشاكل كبيرة جداً في السردباكات في مصر يا جماعة عندنا مشاكل كبيرة جداً في السردباكات في مصر السردباك دلوقتي يقولك بيطفش الله بيلعب بدماغه الله يطلع كرة قاوت الله بره بره بيبتدوا الهجمة تعالوا تعالوا عدل لكم كده لعيبة السردباكات في الكرة المصرية كانوا لعيبة كرة جامدة جداً بداية من كابتن براهيم يوسف كابتن هاني رامزي كابتن عبدالظاهر السقة كابتن هاني سعيد كابتن سامي الشيشيني كابتن أشرف آسم كابتن واقل الأباني يعني عايزة فتكر تاني يا جماعة قاسمي كتير جداً جداً كانوا لعيبة كرة كابتن متحة عبدالهادي كابتن سامير كامونة حتى اللعيبة اللي كانوا بيصنفوا انهم حسام عبد مينام كان بيجيب جوان هايسان فاروق كان بيجيب جوان بشير التابعي كان شويت وفي الفاولات بشوت من بره التمنتاشر يجيب جوان وجاب جوان في الأهلي حتى وفي جوان وفي مع المنتخب متحة عبدالهادي كان بياخدوا الكرة من وراه يرقص واحد وثنين وثلاثة في جوان جابه في الأهلي واخد الكرة من النص الملعب ورقص واحد وثلاثة وثلاثة وشاتها جوان ابراهيم سعيد ابراهيم سعيد كان شويت وهدرز وقوي وتاكلينج وروح واداء وكل حاجة كان ابراهيم سعيد كل اللعيبة دي كانت موجودة في الكرة المصرية دوقتي احنا بنقول احسن مدافع معرفش مين واحسن مدافع في ايه في ايه روح الكرة مش روح بس يا جماعة الكرة مش روح بس ازاي بتدي الهجمة من ورا ازاي يكون عندي لاعب يبتديه للهجمة من ورا سردباك يروح عب الكرة وانت لو عندك عندك مشاكل في والمساحات مقفولة لازم اللعيب السردباك ده يكون لعيب كرة هو اللي يصنع لك الفاري يصنع ازاي باصي الكرة عب المقاس تلاقي السردباك عندنا يروح بيش تراح الكرة طالع قوت يقعد العيب يجري عليها وابتاعها عشان يلحقها ما عندوش السنس حتى بتاع ان انا باصي الكرة في الوقت الصح وفي المكان الصح وبالمقاس للأسف عندنا مشاكل في الباك رايت بنقعد نخلق باكات رايت اكرم توفيق ديفندر يلعب باك رايت عمر كمال نص ملعب يلعب باك رايت عمر جابر النهاردة يلعب باك ليفت يعني عملين نختلق لعبين في اماكن مختلفة وفي النهاية المرضود صفر للأسف محمد صلاح بيقول اريد الفوز بالكرة الزهبية ده في حتة تانية محمد صلاح